السلام عليكم ورحمة الله الفيديو هنشرح فيه قيمة الفلكس تابول طبعا دخلت المانهولز ودخلت البايبز فبخش هنا على الفلكس تابول اللي شرحناها الفيديو اللي فات ازاي بعمل تشك على المناسيب فيه الكنديوت اللي هي البايبز او المواسير وفيه المانهول اللي هي نسميه البلعات بتاعتي او المناهيل بتاعتي خشها المانهول هابصة لقي الجذول بتاع المانهول طبعا احنا لسه هنعمل اعادة تسمية بس ادي المانهول الايدي بتاعه تعريف بتاعه وهدي الليبل رقم كمنهول 1 2 3 وحكذا ومديني خيان اسمها الاليفيجن المنتسوب بتاعه تمام والمهمة تاني في كل الكلام ده الخيانة بتاع الانفلو والفلو اللي هو كمية المياه كام ليتر برسكند بتاستقبله او يستقبله المانهول ده وخلينا ماشيين مع بعض كده الفلو قديه الدبث قديه اللي هيدروليك جريد لاين ده كله هنشرحه بالتفصيل بس كل ده بالاصفر اللي هو الان ايه اللي هو لسه ما عملتش ران يعني مفيش نتاج هتظهر لك حتى مفيش بعد كده الهيدروليك جريد لاين كل ده بالاصفر الساناتر اللوود اللي هو الحمل قديه انت شايل قديه صرف لسه ما فيش الكلام ده كل كل ما هنالك اللي فيه الاكس والواي فقط اللي هو احداثة كل منهول ده مش هتظهر تغير لشان ده انتج هو محطوط على الرسمة كده كل منهول لأحداثة اكس وواي طيب ادي الجدول بتاع الفلكس تيبل الخاص بالمناهين طيب التعديل على الجدول فيه قائمة هنا اللي هي الاديت بخش عليها والله هي select columns 21 عمود ده اللي موجود ال id label invasion وهكذا اي حاجة من دول مش عايزها ولكن البولتد cover اللي هنشرح الكلام ده بالتفصيل كل حاجة فوقتها مش عايزها بعلم عليها وادوس السهم واحد ده اللي هو ترجع للقائمة دي اللي هو مش هتظهرلي في الجدول في الجدول بتاعي طب ولو دوس سهمين مش هدوس سهمين كل اللي موجود هنا 21 component في select columns مش هيظهر يبقى الجدول فاضي طب ولو انا عايز حاجة معينة يعني مسلا طبعا عايز كل ده بدوس سهمين كده تخوش لو انا عايز حاجة معينة وليكن مسلا نقول طبعا الحاجات اللي بيننا الازرق دي والاصفر مثلا في هنا السرعة تعال نشوف كده ادي الشكل بتاعي انا عايز ما فيش السرعات ما هي متظهرش سرعات بس سي مسلا لو انا عايز ادي الايدب بتاعي انا عايز متسوري معلش تسجيل بس حاجة اه سي مسلا انا عايز الا نقول مسلا اللينس عايز ازهر اللينس ادي اللينس وادوس اه سهم واحد يظهر لي اللينس تحت ادوس اوكي اروح لنهاية الجدول ابص الاقي ادي اللينس يظهر لي وابدأ اتعامل معها خانة طب نفس الكلام لو انا عايز برضو من ال ال اللي هي المواسير بتاعتي اهو اللي ده ال والدامة القطر المصورة قد ايه وال وال طيب ماننج معادلة ماننج قد ايه طبعا لو انا عايز اغير رقم من ده تلتاشر من الف قلنا بكده معادلة ماننج من عشرة لاثناشر تلتاشر من الف ولكن انا اخذها عايزين نغير التلتاشر ده في الخانة كلها اه اه اهو يعني طبعا في يعني بالاضافة هتضيف على الرقم ده كام او هتقسم عليه او او هتطرح او هتضرب ولكن انا نقول سيت بيساوي كام انا عايزه يساوي اتناشر من الف اوكي بص كل الرقم بقى اتناشر من الف تمام المصورة عبارة عن ايه هي عبارة عن دائرية طبعا تمام اعيز جو ممكن تخليه ايه تاخد اي شكل للمصورة اللي انت عايزه تمام طبعا برضو هنا الفلو والدبث وكلام ده كله دي داتا لسه اما اعمل الرم بتاعنا برضو عايز اطيف نفس الكلام اديت عايز اطيف حاجه او عايز اشيل اي حاجة ستارت نود عايز اشيلها مثلا اهو تختفي عايز من ده اختفي ده واختفي الستوب اند واختفي الانفرت اختفي كل ده لو عايز يختفي اهو 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 لو تلاحظ بص الاربع وعشرين ده بيبقى 23 بيبقى 22 بيبقى 21 وهكزا طبعا لو عايز اختيفي مانج اهو الجدول طبعا اللي بنسبة كبيرة وعايز تجيب Manning نفس الكلام مثلا اهو Edit انا عايز Manning Coefficient بتيجي حرف M Manning ادي Manning Coefficient اهو ويخش معي اهو طبعا اروح في نهاية الجدول ادي Manning Coefficient ده الفلكس تيبل اللي بتظهر عليه ايه او تعرف منه ال Properties بتاع او بتاع المنهوم تمام كده طيب نشوف مثلا الخطوة اللي بعد كده بعد الفلكس تيبل ادي الفلكس تيبل بعد الفلكس تيبل خلاص وعملت ال Network وعملت اسطح حبيوتالs توبير هنبدأ ندخل ها ال Data بالتا اللي هي الاقطار وتعريف الاقطار تمام كده الكسافة السكانية وكل ال Data AA بتاع تيبل هنبدأ ندخلها من الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته